سيف فاروق جعفر انتماؤه لنادي الزمالك ده عمره كله نادي الزمالك وفي نقطة مهمة جدا يعني ودي عجباني بصراحة فقسامة جدا وانا بعملها انت كواليه امر ملكش دعب ابنك يتقلق يبقى كويس يكسر الدنيا يبقى غير موفق مرة انا ما بحبش اولياء الامور اللي كل شوية يطلع مداخلة واصل هو جاب جون واصل هو صنع هدف واصل هو مظلوم واصل هو مقدرهوش ما سمعتش لمن اسامة نبيه خالص بمنتهى الامانة يعني وانا بقول لكم انا ما بحبش الطبيعة دي يعني ولد لعب حرص مرمى وتقلق بتاعه وصد ما تكلمه هو وابو ماله وابو يتدخل ليه لما ابو يكون مدير اعماله اه يدخل يعمل مداخلات لكن ابوه مش مدير اعماله هو ماله تكلم الولد تكلم الوكيل بتاعه لكن انا لو اه عايز تاخد ناسا الرأي فني مره بتاع مش عارف ايه مره يعني اه يعني تبقى مرات كده استثناء يعني لكن يبقى هو الاساس الامر ده مش مطلوب فطار منك يوسف وسامة نبيه تتفاوض متاخر مع سيف فاروق جعفر سيف ابن نادي الزمالك مش معناه ان يوسف مش ابن نادي الزمالك بس انا النهاردة بيجي لعرضه وعرض كويس جدا وعرض مغري وانا بدأت اعود وبدأت مالعبش وواواوا والناس شرياني قاسب عن اي حد يا جماعة والاجيال اتغيرت الدنيا اتغيرت خالص الدنيا غير زمان الزمن غير الزمن يا جماعة والدنيا غير الدنيا والوقت غير الوقت والدنيا كلها متغيرة والسياسة الاحتراف والعالم والدنيا والحدوتة ففي اجتماع بكرة بلغوني في اجتماع بكرة معاه وعايزين يمضوه لمدة ثلاث سنوات بعقد يرضي الطرفين عشان يكون واضح اكتر بيرامدز مكلمين سيف لكنه لم يوقع لبيرامدز حتى هذه اللحظة هل غدا يكون خبر سعيد لجمال الزمالك باستمرار سيف فاروق جعفر لثلاث سنوات ننتظر ونرى لكن اللي عايز اقوله ان الحسم مطلوب